مرحبا فيكم حبايك ببرج الحمل اكتر اشتقت لكم بحبكم. اه اليوم رح تكون قراءة توقعات لاهم الامور اللي ممكن تكون يعني بشكل عام. فخلينا نشوف برج الحمل. شو اكتر شي مسيطر على هاي الفترة. الباين ورق اه حلو. خلينا نسحب عشان بيقول لك لبرج الحمل اه يعني يكون حقيقي بالنسبة اه لالك. اه وكأنك يا برج الحمل الك فترة اه ما عم تتواصل او ما عندك الوقت عشان تتواصل مع روحك الداخلية مع طاقتك الكامنة اللي جواتك. اه بيقول لك كون حقيقي مع حالك. يعني وكأنك عم بتكون بعيد. اه عن اه عن نفسك عن حاجاتك حاجياتك. اه عم بتفكر يمكن اه باللي حواليك. هلأ بنشوف الورق شو بيقولنا. اه بس بيقولنا انه ما تضحك على حالك. هذا الكرت بيقول لبرج الحمل ما تضحك اه على حالك. يمكن في اه خبرية مو صح او امور اه كنت انت مرتب عليها شغلات. اه ما كانت اه صح. اه بيقولك انه اكتر اشي اه كون بهاي الفترة حقيقي مع حالك. وما توهم حالك بامور مش موجودة. وفعلا بالقراءات السابقة طلع لبرج الحمل كتير في عنده اوهام او اه خلينا نقول اكاذيب اه شغلات كانت اه تطلع بطريقه وخاصة مع الشريك او اه شركاء العمل. اه خلينا نشوف شو ممكن يكون في بعقله الباطن يعني مرة وحدة نفت. ازا اه برج الحمل بس خلينا نشوف اه طاقته في هاي الفترة كيف اه رح تكون معقولة تكون اه طاقة برج الحمل بما انه تعبان اه اه له فترة. طاقته لبرج الحمل بهاي الفترة رح يكون اه اللي هو مش مقدام. اه ما رح يكون مقدام بهاي الفترة وانه ياخد اه خطوات رح يكون شوي اه خلينا نقول بدرس كتير الخطوات وهاي عكس طبيعة اه برج الحمل. برج الحمل اه الشي اللي مقتنع فيه وحابه يعني بيعمله بسهولة بياخد القرارات بسهولة. وانسان مسؤول يعني بس بهاي الفترة رح يكون متحفز اه في فترة اه ثلاث اشهر. رح يكون اه في دور المتلقي. اه خلينا نقول ما في مبادرات. اه في خوف من موضوع اه معين. اه رح شوي يعني ياخد خطوة للورا بالنسبة ل اه طاقته. اه عنده شعور اه بي خلينا نقول بنقل انعزال اه او انه اكتشف اه رح يكتشف موضوع اه معين. يخليه يبعد عن الاجواء. عكس طبعا كمان اه خلينا نقول عكس. اه طبيعة برج. برج الحمل يعني بيحب كتير اه يكون اجتماعي وكزا. فا اه بهاي الفترة رح يكون اه طاقته عبارة عن انه رح ياخد خطوة للورا. رح يستنى من الاطراف الاخرى هي اللي تبادر. اه رح يكون اه بعيد نوعا ما يعني بيحاول يختفي اه شوي من الاجواء او من اه يعني بشكل عام اه مو شرط مع الشريك اه او اه مع الحبيب اه او العاطفة بشكل عام اه حتى بالحياة الاجتماعية انا شايفة من الورا انه برج الحمل شوي رح يحاول ينسحب ويختفي شوي عن الصورة اه بده يكون لحاله خلينا نقول اه فترة اه يعني اه تأمل اه فترة شوي زعل عم يزعل وعم بيفكر في اشياء اه سابقة اه مش هو السبب فيها ولكن عم بيحاول عم بيحاول انه اه يعني شو بدي اوصفها انه يجلد نفس عنده اه جلد الذات اه هاي الفترة كتير كبير فزعلانا انا بن برج الحمل ليش عم بيفكر بهاي الطريقة اه عم بعد يعني الاكواب المسكوبة مع انه في اكواب اه واقفة في فرص اه قدامه عم بشوف في فرصتين اه قدامه لبرج اه الحمل من الناحية خلينا نقول العملية اكتر من العاطفية اه فرصتين حلوين لبرج الحمل ممكن انه اه يطلقط بوحدة منهم على فكرة في وحدة منهم كان له فترة اه طويلة عم بيحكي مع حدا او عم بيحاول اه خلينا نقول اه يتواصل مع اه حدا مهم حدا مسؤول اه علشان يزبط له هذا الموضوع اه بس انا شايفة في هذا في هذا الوقت في التلات اشهر هدول معقول كتير خاصة بالشهر التاني اه خلينا نتفق انه تلات اشهر هم تمانية تسعة عشرة فبشهر التسعة معقول كتير انها تتبلور هاي الفرصة وتكون اه بين ايديك لبرج اه الحمل في فرصتين راح تختار الفرصة اللي من اه واحدة منهم فعم بشوفك كتير اه يعني من بعد اه التعب كتير عم بتكون اه مبسوط اه من ناحية العمل ايضا في الترقي في العمل في اه في فكرة جديدة كنت لك فترة عم بتأجلها بتأجل بتأجل ولكن هاي الفترة راح اه يعني راح تطبق هذا الموضوع اما يكون اه ريسيرج او انا شايفة فكرة موضوع فيه ابداع فيه فن فيه يعني مشروع خلينا نقول اه على الصعيد العملي راح اه يتبلور في هاي الفترة وراح يعني كيف اه برج الحمل راح يلمع نجمه اه في هاي الفترة. اه من الناحية العاطفية اه عم بشوف برج الحمل عم بزعل اه على اه خلينا نقول على الشريك او فيه شوية زعل مع الشريك مع انه مش مبين انه في اه انا بحكي بشكل عام اه يعني اه مو شرط منفصلين او اه او او على علاقة بشكل عام اه اه الشريكة عم بيكون شوي بعيد اه عم بيكون مع حدا تاني اه فيه فرصة تاني راح تكون لبرج الحمل فرصة رائعة جدا اه لبرج الحمل حتى العزاب اه منهم والمنفصلين كمان راح تكون فيه اه فرصة كتير حلوة اه شخص اه خلينا نقول على تناغم على هارموني اه معك اه راح يظهر اه فجأة ممكن باجواء الشغل ممكن بي اه لقاءات مع الاصحاب او كزا بس انا شايف فيه جمعة يعني في فيه جمعة حتتعرف اه عليها فيها على هذا الشخص اه الجديد اه راح يكون شوي شبهك لبرج الحمل اه بتحسوا انه بتعرفوا من فترة طويلة خلينا نقول اه للمنفصلين من برج الحمل شايف هاي الفترة فيه اه كتير احتمال كبير انه يصير اه فيه اه مصالحة خلينا نقول ولكن من طرفك انت يا برج الحمل اه مع انه انا شفت انه اه طاقتك هاي الفترة اه ما اخذ خطوة لوراء وما عم تكون اه مقدام او ما عم تعطي اه خلينا نقول خطوات لكن شايفيتك بالوراء اللي سحبنا انه انت هذا معقول انه تاخد خطوة ناحية اه الحبيب وشايفة حتى اللبس نفسه حتى الافكار راح تكون كتير متقاربة اه الحبيب راح يكون عم بستنى يعني على على نار انا شايفة عم بستنى بفارر الصبر لحتى برج الحمل يحكي معه فيعني حلو كتير اه شايفة في كتير اه تناغم هاي الفترة بناتكم اه شايفة انه بعض العوائق اللي كانت موجودة او اللي انتو يعني مركزين عليها بالفترة الماضية هي انا ما بشوفها عوائق ابدا اه لانه كل علاقة عاطفية الا ما يكون فيها يعني بعض الامور اللي يعني مش متماشية مع اه مع الشي اللي بدنا اياه ولكن شايفة انه اه هاي الفروقات او هاي الامور الصغيرة او خلينا نحكي الاشخاص اللي اه واقفين في طريق هاي العلاقة راح شوي خف اه دورهم شايفة فيه لقاءات اه متعددة لبرج الحمل مع الحبيب اه حتى لو كان يعني على علاقة او منفصل اه بكل الحالتين اه راح يكون فيه تواصل حلو كتير هاي الفترة اه تناغم فيه ترابط اه روحي اه فيه اتفاق على اه امور كان قبل اه عم بتشاجروا عليها عم تتشاجروا عليها انت والشريك يا برج الحمل لكن هاي الفترة عم بشوف كتير اه في خلينا نقول اه تتفقوا مع بعض اه راح تعدوا راح تتفقوا مع بعض اه الشخص اللي اه كتير كان ماخد موقف من برج الحمل راح يكون اه خلينا نقول اه اه راح يكون اقل حدية من الفترة الماضية شفنا الشريك بالقراءة الماضية شريك لابرج الحمل كان على يعني حدية وعلى اه عصبية معينة لكن بالفترة اللي قلنا عليها راح يكون فيه اه اللي هو لين من الطرفين الطرفين راح يحاولوا انه يمشوا المركب ويودوا العلاقة لمطرح حلو فعاطفيا عم بشوف كروت كتير حلوة لبرج الحمل اه شايفة فيه يعني انتو التنين راح تنتصروا على العوائق او على شخص على الاقل كان واقف اه يعني كان واقف اه موجود اه بعيق هذا الحب او بعيق هاي العلاقة اه عم بشوف اه شريكك يا برج الحمل متلقط فيك يعني وكتير شريك اه ففيه تبادل مشاعر عم بشوف اه من برج الحمل ومن الطرف الاخر عم بشوف نفس اه الاقبال او نفس اه الافكار بالفترة اه الجاي شي حلو كتير اه بالعقل الباطن لبرج الحمل اه راح يكون كتير مترقب وعن يفكر بموضوع معين ان كان على الصعيد العملي او العاطفي اه او حتى الصحي يعني مترقب موضوع معين وهذا الموضوع راح يسير بالزبط متل ما بدك في الشهر التاني اللي هو شهر التسعة اه راح يكون اه خلينا نقول متبلور او موجود اه متل ما بدك وزيادة مبين انه اه راح يسير في خلينا نقول اه اللي هي تسهيلات اه لهذا الموضوع انه يسير اه عم بشوفك يا برج الحمل متخوف كتير من هذا الموضوع ولكن اه شايف انه خوفك مش بمحله ابدا اه بالنسبة للفيري كارب طلعت لك اه ايدنتيتي اه بيقول لك عبر عن حالك اكتر اه يعني حتى قدام الاشخاص اه اللي ما بيعرفوك قدم احلى اه ما عندك هاي الفترة لانه يعني مبين من الطاقة ومن الاوراق انه اه راح تكون في فرص كتير حلوة من العاطفة ومن العمل اه حتى الصحة عم بشوفها اه رايحة من اه مكان كتير صعب من مكان كتير اه خلينا نقول اه صحة ما كانت اه اوكي يمكن الصحة النفسية مشرط اه بس اه عضويا اه لكن رايحة للمطرح الحلو شايفة عم تهتم منيح بمصلحتك اه بصحتك اه ايدنتيتي بيقول لك انه كون انت على قد اه ما تقدر اه كنت بالفترة الماضية يا برج الحمل عم بتحاول اه ترضي اطراف كتير اه ساعة بدك ترضي فلان وساعة بدك ترضي فلان والشريك من جهة والشغل من جهة اه لا بيقول لك انت عبر بس عن اه شخصيتك وعن هويتك اللي انت اه يعني طلع الاشياء اللي جواتك لبره خلي العالم اه تشوفها ورح ينبهروا بهاي الفترة بشخصية برج الحمل عم بشوفه كتير عم يهتم في حاله من بعد اه فترة شوي اهمال اه اه وخاصة بنات اه الحمل رح يغيروا يمكن لون شعرهم اه رح يكون في تغيير بالستايل يمكن اه اكتر اشي وبيقول لك اه كن صريح كتير مع حالك ازا اهم اشي اه انت يا برج الحمل في هاي الفترة اه خلينا نشوف اوراكلز اه بيقول لك انه نفس الشغلة يمكن اللي طلعت لنا قبل شوي بالورا اه بيقول لك انه الشغلة اللي كنت تراسم عليها اليك فترة اه طويلة او حلمك اه ممكن يتحقق بهاي الفترة ولكن اه بدون يعني تحريك منك وفعلا طاقتك بهذا الشهر طلعت لنا انه ما في اللي هو مبادرات او ما في خلينا نقول اه وكنه يعني برج الحمل مل كتير من المبادرات مل كتير من انه يحرك هو الامور بس بالفترة الجاي رح يكون شوي جامد اه وهذا لمصلحتك يا برج الحمل لانه ازا حكيت رح تسعل اه ناس كتير فشايف اه يعني كروت حلوة عم بيقول لك اه انه انه انت بتقدر انك تتغلب على اي اشي والشي اللي انت بدك يا اللي قلنا عنه اللي اه عم تحلم فيه الى فترة اه طويلة ممكن كتير انه يتحقق بهاي الفترة خلينا نشوف نصيحة لبرج الحمل بهاي الفترة عم بشوفك يا برج الحمل اه عم اه او هو بنصحك اه الورق انه اتجمع معلومات انه تأوي السكيلز اللي عندك اياهم اه يمكن بخصوص المشروع الجديد اللي قلنا عنه بده ينفتح او بدك تفتحه او اه شراكة ممكن تفكر فيها اه رح تتبلور بهاي الفترة ولكن بيقول لك علشان تكون انت على اتم استعداد اه على يعني لتلقي هذا الموضوع او لعمل هذا الموضوع اه لازم تقوي شوي السكيلز اللي عندك لازم تجمع كل المعلومات اللي خلينا نقول المشروع محتاجها اه وكمان انا شايفة بالورق في شريك بالعمل او في شخص ممكن تشتغل معه اه مو شرط اتنين تفتحه شركة ممكن تكونه على نفس بالشغل اه الجديد اللي قلنا عنه او بالقديم حتى اه فبيقول لك انه جمع معلومات كمان عن هذا الشخص اه لانه يعني في شغلات رح تكون مخفية عنك فحاول انك اه اتدور على على اكتر اه يعني معلومات ممكنة اه في هاي الفترة نشوف الرومانس بقول لك علشان تاخد اه قراراتك اسال نفسك اه which way brings me اه شو الاكتر اه طريقة ممكن انك توصل فيها لا اه الغرض اه الالهي او خلينا نقول اه which way takes اه انت عم تكون شوي بعيد يا برج الحمل عن اه الغرض الالهي من وجودك اه اه او اه يعني ربنا لكل شخص اه باعته اه في ها الدنيا يعني علشان يعمل رسالة معينة احيانا بيكتشفها الشخص وبيعملها فعلا واحيانا بيعيش الشخص وبيموت وما بعرف شو هاي الرسالة اللي مطلوب منه انه يأديها او الغرض الالهي فبيقول لك فكر في هذا اه الموضوع يمكن من ناحية اه ممكن انك اه تساعد الناس ممكن ازا عندك اه خلينا نقول قفت اه من ربنا انه اه تشاف الناس او تسعد الناس اه قوم بهذا الاشي بيقولك بس ركز على هذا الغرض اللي انت اساسا مخلوق علشانه يا برج الحمل اه ما تضلك يعني كتير مشغول في امور الحياة الامور اليومية والحياة اليومية كون خلينا نقول اه شوي تقعد مع حالك اه تعرف اه كيف تسمع لعقلك الباطن اه شو بيطلب منك اه شو انت بتعطيه شو هو بيعطيك فهون عم بيقولنا كمان انه افرح اه انبسط كيبت كيرفول اه كالرفول اه يعني بيقولك يعني يخلي العالم من حواليك ملون اه افرح انبسط بكفي الحالة اللي انت كنت عايش فيها الك اه فترة اه وال والعزلة اللي بتحاول هذا الشهر انك تنعزل اه رح تحاول انك تنعزل في هذا الفترة لانه طلعتنا طاقتك اه يا برج الحمل اه عم بتحاول انعزال فبيقولك لا اه بالعكس اه خليها كلها الوان اه من حولك والحياة حلوة رح تكون اه لا ما ما بيحتاج انه تنعزل يا برج الحمل كون اه على تواصل مع اللي حواليك اه اللي حواليك اه هم اللي رح يخففوا عنك وخاصة اه الشريك لو كان في اه شريك بيقولك الاشياء اللي انت حضرتها اه او عملتها او تعبت عليها من اه قبل اه رح تكون الاوتكم او اه اه الوفرة اه رح تكون موجودة في الفترة الجاي نتيجة اه ثمار هذا الاشي اللي انت تعبت علشانه اه طبعا هذا الاشي ممكن يكون على اي صعيد يعني مو شرط يعني ممكن عاطفة عمل كزا اه كل واحد بيعرف اكتر بزروفه لكن بيقولك النتائج رح تشوفها اه بهاي الفترة وشايفيتك طالع فوق عند الامار و اه يعني حياة ملائكية رح تكون هاي الفترة اه ان شاء الله يعني كل الورق اه طلع حلو لبرج الحمل فما في داعي اه للزعل يا برج الحمل ولا الانعزال ازا كنت ناوي تنعزل فبالعكس الورق بيقولك ما تنعزل لانه احلى الفرص ممكن تجيك هاي الفترة شوفنا فرص في بالعمال بالعاطفة شوفنا الصحة حلوة الحمدلله فما في ابدا يعني مبرر انك تكون زعلان الا ازا كنت نكدي لا ازا انت كنت عم بتدور على اه الزعل هاي الفترة بيقولك انه رح تلاقي الوضوح اكتر بالهدوء يعني حاول تخلق جو شوي هادي من حواليك اه زي ما قلنا قبل شوي اه حاول تخلق اه جو من التسامح اه السامح هاي الفترة يا برج الحمل شوفت انه فيه بالقراءات الماضية في ناس غلطوا في حقك وكزا فبيقولك انه التسامح هو اه الحل ازا اه بينصحك بالهدوء والتسامح والنقاش بخلينا نقول ب اه بيروية بدون ان نعصب اه احنا بنعرف برج الحمل شوي منفعل شوي عصبي فهاي الفترة لا بنصحك انه اه الامور عشان تتوضح قدامك اه والحقائق تظهر والاوهام اه او الاكاذيب تنكشف لازم انت تكون كتير هادي ازا كنت عصبي على العكس تماما ما رح تكتشف اشي ولا رح اه يكون فيه فرصة حتى انك اه 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 اتصالح الحبيب زي ما قلنا او اه انك تتلقى اي شي فبيقولك وكأنه بيقولك اعمل مديتيشن اعمل اه حاول انك اه تخلق اجواء هادية اه من حواليك الامل موجود وبرضو هذا الكرت يعني خلينا نقول اه فيه كتير امل فيه كتير تواصل اه روحي رح يكون بينك وبين اشخاص معينين اه يعني ترابط اه روحي اه رهيب واذا بعتت اه مسجات اه او تخاطر او مسجات روحية رح توصل اه كتير منيح في هادي اه الفترة اخر شي لبرج الحمل بيقولك خليها على الله يعني اترك الامر اطلقها من من تفكيرك من طاقتك طاقتك عم بتكون شوي منخفضة هادا هاي الفترة فبيقولك اه يعني وكأنك يا برج الحمل عم بتشيل كل الهموم او فيه احمال كتير او مسؤوليات كتير على راسك فبيقولك اتركها على الله وهي بتنشي لحالها والكروت كلها مبشرة فلشو لشو الزعل ما في داعي انه نزعل اه وعشان ترفع طاقتك اه يا برج الحمل اه بدك ميداتيشن بدك اه خاصة ميداتيشن يعني ممكن يكون كمان باجواء الطبيعة ممكن تكون اه حلو كتير اه لالك بهاي الفترة اه ممكن اللي هو التخاطر مع الحبيب رح يفيد كتير حتى التخاطر مع اشخاص اخرين على صعيد العمل ممكن انه يفيدك وممكن انه اه تحصل من ورا على فوائد اه معينة اه هاي الفترة رح يكون في عندك صفاء دهني خلينا نقول بشكل اه رهيب بشكل كبير اه ممكن انه تستطيع هذا الموضوع في انك اه ترسل مسجات روحية للاشخاص اللي بدك اياهم وليكن مسؤول في العمل اه او الشريك او اي ايا كان اه وهاي المسجات رح توصل لانه طاقتك رح تكون كتير اه هادية رح تكون عكس ما كنت اه او عكس طبيعتك اه يا برج الحمل عكس طبيعتك رح تكون بالفترة الجاي او انت رح تحاول تكون عكس طبيعتك لانه يمكن لانه شفت انه طبيعتك الاصلية او اه كيف انت بتتصرف اه ما عم يجي بالك النتائج اللي بدك اياها شايفيتك عم بتحاول تتغير شوي بتفكيرك اه وبالامور اللي كنت تتفكر فيها بخلينا نقول وان وي باتجاه واحد بطريقة واحدة هلا عم بشوفك بتفكر بالموضوع بطريقة او تنتين وثلاثة واربعة فكروت كتير حلوة لبرج اه الحمل اكتر شيء الطاقات اه اللي مبينة عندي ترابية اه مائية نارية هدول اكتر وبرضو فيه هوائية يعني كل الابراج لكن اكترهم اه المائية والترابية المائية والترابية هم اكتر اشي اه مبين وبرضو فيه هوائية خلينا نقول بنفس القدر اه فاللي عم تتعامل معاهم اكتر اشي عم يكونوا من هذا من هاي الطاقات اه على فكرة يا جماعة الطاقات يعني مو شرط تكون برج الشخص الطاقات ممكن تكون طاقتك انت طاقتك اه ممكن احيانا انت تكون حمل اه طاقتك تكون في فترة من الفترات هوائية اه عم بتكون مزاجة شوي عم بتكون مبدع شوي عم بتكون يعني صفات الابراج الهوائية فالطاقة مختلفة شوي عن الابراج اه بس ممكن تاخدوها طبعا كبرج فالطاقات اللي ظهرت معانا اه اكتر اشي قلناها